اشتركوا في القناة ونظيره المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا الأقل من 17 سنة في بلاغ عاجلة وليد الرجراجي يتلقى خبر صادم عن نجم الأوسود سفيان بوفالة وهذا ما وقعها بيل الخنوس جدي أردني أن أمثل المغرب ويجب أن أكون دكيا في تدريب راتبي وأتذكر كيف تعامل رونالدو مع أمواليها وليد الرجراجي يعجب بأحد نجوم البطولة الوطنية المغربية ويعتجوا لاستدعائه إلى معسكر الإعداد المقبل هاجم النخب الوطني السابق وحيد خليلوزيت بطريقة مشفرة دولي المغربي في صفوف تشلسل إنجليزي حاكم زياش وأوضح خليلوزيت أن استبعاده من تدريب المنتخب المغربي ما رده إلى رفضه استدعاء من تسبب في المشاكل وزاد موضحنا في حواره مع إحدى القنوات البطولة قائلا هل يعقل أن يتم تجاهل من ساهم في تأهلنا إلى كأس العالم مقابل استدعاء لعب يسبب لنا المشاكل وأضاف البطولة إنها مسألة غير ريادية ولن أقبل هذا عانيت كلاعب ولا أريد أن أعاني مجددان كمدرب إنني إنسان لا يحب الظلم وزاد قائلا لن أسمح لأي أحد أن يتحكم في اختياراتي البشرية أن أقبل بأن يتم الاتصال بي قبل 15 يوما من كأس العالم ليحددوا لي القائمة النهائية وتابع أن أقبل أن يحددوني قبل 15 يوما من كأس العالم ويحدد أي لعب من اللاعبين سيلعبون وأيهم لن يلعب وتبين أن كلام خيلوزيش غير صائبة بعدما رفض حاكم زياش اللعب معه ملوحا بالاعتزال في حين قبل المصير مزروي باعتدار الناخب الوطني الذي تنقل إلى هولندا لمصالحة اللاعب بير من منخ الألماني حاليا وأظهر أن قائر الجميع الملكي المغربي لكرة القدم الصائبة بعدما ساهم تغيير المدرب في بلوغ الربع الذهبي لكأس العالم ويذكر أن اليابان والكود ديفوار والمغرب كلهم أقل وحيد خيلوزيش من مهامه قبل أشهر قليلة من نهائيات كأس العالم بدأت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس أمم إفريقيا الفتيانة عملية باعتذكر مباراة ربع نهائي بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي على ملعب قسنطناء واعتبر من اليوم الاثنين ويتوقع أن يتم مطار حيثون ألف تذكير للبيع على الأقل وتبدأ أسهار تذكير من مئة ثلاث دينار جزائري وتتوقع اللجنة المنظمة إقبالا كبيرا خلال عملية باعتذكر حيث يتوقع المنظمون إجراء اللقاء بمدرجة كاملة العدد وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل في تاريخ كأس أم إفريقيا الأقل من 17 سنة ويتكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى ربع نهائي بعد أن حصد أربع نقاط في المجموعة الأولى محتل المركز الثاني خلفا للمنتخب السنغالي الذي حصل على تسع نقاط بمقابل صعيد المنتخب المغربي للربع النهائي في المركز الأول للمجموعة الثانية بعد أن حصد على ست نقاط متقدما عن المنتخب النجلي الوصيف بنفس الرسيدة تتطلع الجماهير المنتخبين إلى هذا اللقاء المرتقب ومن المؤكد أن الحضور الجماهيري سيكون قويا خاصة أن الفريقين يتمتعان بجماهير كبيرة ومنتشرة في جميع أنحاء القارة الإفريقية يواجه الدولي المغربي سوفيان بوفل مهاجم فارق ريال قطري خطر الهبوط إلى الدرجة التانية وذلك في آخر الجولة من دور نجوم قطر المقررة اليوم الاثنين وسيبحث الرايان استحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن أم صلالة عن الفوز على الغارفراء للخروج من حسابات الهبوط والفاصلة والمستفيدة حينها من أفضلية كبيرة بفوارق الأهداف وكان سوفيان بوفل قد حل بالدور القطاري خلال مركات الشتاء الماضي قادما من نادي انجيل فرنسي في صفقة رفقها الجدل كبير وغضب من قبل الجماهير المغربية التي كانت ترغب في خروجه للنادي أوروبي كبير وتألق سوفيان بوفل مع أسود أطلس خلال فعاليات كأسلعان من قطر 2022 وساهم في احتلال منتخب الوطني المغربي للمركز الرابع في المونديال إلى أن توجده بالدور النجوم القطاري وهبوط ناديه إلى الدرجة الثانية قد يهدد مستقبله هناك ويخسر الكثير من قوامته أقل الدولي المغربي بيلال خنوس لعب جينيك البلجيكي إلى أن جده لعب دورا كبيرا في تمتيله للمغرب بدلا من بلجيكا كما أثر إلى أن شهرته بعد الجوانب السلبية كعدم قدرته على الجلوس في المطاعم مؤكدا أن عليه أن يكون ذكيا في تدبير المال أخذ العبرة من رونالدو وتحدث الخنوس في حواره مع إحدى الصحافة البلجيكية عن جده وسبب اختياره للمغرب قائلا لقد تابعني طوال مسيرتي وأرادني حقا أن ألعب مع المنتخب المغرب لقد جاء إلى بلجيكا وعمل بجده هنا لوضع أساس عائلتنا من المؤسف أنه لم يعد هنا وعن احتمالية انتقاله إلى آياكس قائلا لعبت مباراة ضد آياكس مع فريق أندرلخش تحت الثاني عشر سنة وسجلت هدفا على طريقة دينيس بيركام ثم اتصل ابنه بأبي وقال له بلال يذكرني بطريقة اللعب والدي ونشأت بهدها علاقة الصداقة بيننا وقمت بدعوتهم لكأس العالم أعجب الناخب الوطني وليد الرجراجي بمؤهلات وإمكانيات اللعب ندي جيش الملكي زيندين دارك بعد تألقه في مباراة الماضية للعساكير وحسب موقع العربي الجديد فإن الرجراجي تبع الدراك في المباراة الماضية للجيش الملكي وأعجب بإمكانياته وإضافته الكبيرة في خط وسط ميدال فريق وتابع أن الدراك بات مرشحا بقوة الاندمام إلى القائمة النهائية للمنتخب المغربي في التوقف الدولي القادمة الذي يعرف مواجهة جنوب إفريقيا شهر يونيو القادم في تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 السهل العاجاء ويبقى دراك المرشح الأبرز لاندمام إلى القائمة المنتخب المغربي من البطولة الوطنية إلى جانب حيث مرمى الودادة ويوسف مطيع أو الخاص بالنادي الفتح الرباطي المهدي بن عبيدة الذي كان حاضرا في القائمة الأسود للتوقف الدولي الماضية شكرا على فتح المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية